الحكومة تعرض الوضع الخطير في البلاد على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن جاء ذلك خلال أحدث لقاء لوزير الخارجية محمد الحضرمي مع السفراء هذه الدول والذي ناقش خلاله مع السفراء التصعيد الأخير من قبل المجلس الانتقالي في العاصمة المواقة عدن كان لافتاً في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الوزير حاول تمرير نقطة البحث الرئيسي هذه ضمن نقاط عديدة أخرى بينها كورونا والتطورين الأخيرين في كل من الجوف والحديدة الوزير الحضرمي بدأ خلال هذا الاجتماع شاكياً من سلوك المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات والذي أعاق بتصرفاته الأخيرة في عدن عمل المؤسسات الحكومية وفاقماً من التدخل في مهامها بالإضافة إلى استحداثه نقاطاً جديدة وإرساله تعزيزات عسكرية إضافية وهو ما اعتبره الوزير تصعيداً غير مبرر واستمراراً لتمرد المسلح الذي جاء اتفاق الرياض بهدف إنهائه الوزير الحضرمي شدد خلال الاجتماع على أن تنفيذ اتفاق الرياض أصبح ضرورة لا تحتمل المماطلة والإعاقة من قبل المجلس الانتقالي وفي الوقت الذي كان فيه الثناء للسعودية ولدورها الضامن للإتفاق أكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف مثل هذه الممارسات والتحذير كذلك من أن استمرار المجلس الانتقالي في هذا النهج وهذه الممارسات والتصعيد سيترتب عليه تابعات تهدد بفشل اتفاق الرياضة فقدت الحكومة بالتصعيد الأخير للمجلس الانتقالي حرية الحركة والاجتماعات فيما يفترض أنها العاصمة السياسية المؤقتة للبلاد وفي الآن ذاته يظهر المجلس الانتقالي نيته للتنصل الكامل من تنفيذ اتفاق الرياض ولا أدل على ذلك من التعزيزات العسكرية المستمرة التي أشار إليها الوزير والتي يرسلها المجلس إلى أبيان لكن التطور الأخطر الذي وضع الحكومة والسعودية كقائدة للتحالف وضامنة لاتفاق الرياض تمثل في تعزيز التواجد العسكري للانتقالي في مطار عدن الدولي ضدا على الإجراء الذي أقدمت عليه الرياض والقاضي بإحلال قوة جديدة من أبناء محافظة عدن لتتولى حراسة المطار بدلا من قوات الأمن الحالية التي تخضع للمجلس الانتقالي وينتمي معظم أفرادها إلى منطقتين الضالع ويافع على وجه التحديد يأتي ذلك فيما كشفت معارك صرواح عن تضامن سياسي ودعائي بين المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات وبين ميليشيا الحوثي عكسته مواقف وتعليقات عناصر محسوبة بشكل كامل وتنشط ضمن المنظومة الإعلامية لأبو ظبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر